السلام عليكم معيكم السلام ورحمة الله وبركاته معك يوسف من المغرب مرحبا وسهلا مارك الله فيك تقول الصحراء لم تكنش مغربية قبل 75 قلت بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75 قلت سامرنا ولحظة سيروا حروة شاهدنا على انتحدث أكثر اكثر اخبرا على الكتر رجلة واحد أحر Будوح نحن اعطيني الرجلة اللي عندكم خلوه قبل خلونا شفوا معها الرجلة شفوا هاي الرجلة اللي عنده رجلة محمد السادس اللي يشوف السبتم tension وياتخذل هاذك يا الرجلة والرجلة هي الشعب المغرب يبغيها يا رب من بلاده هذيك يا الرجلة واش الرجلة هي تشوفوا واحد ديكتاتور يتخلص على ظهاركم سبعة مئة هاليفورو في النهار وانتما ما لقين حتى باش توكلوا خبزة تقول لي الرجلة الرجلة راح نعندنا الرجلة فين هي الرجلة فين هي الرجلة بغيت نسولك انا منين هي الرجلة هذي الرجلة اللي تتكلمت عنها حراركم في السجون والفسدين في الخارج يصرحون ويمرحون ما كانش مدينة ما فيها ديكتاتور وفرعون وفراعين وتقول لي الرجلة الرجلة هي لما تكونوا انتما كشعب سيد قراروا هذيك يا الرجلة الحقيقية الرجلة هي لما يكون عندكم واحد لأسد هو اللي قايد لمغرب أسد لما يحلفوا بمو ترتعب الدنيا واش انتم عندكم واحد العجلة واحد الرواضة قديما في شوشها هي محمد الثالث يكالوه من هون يكالوه من هون يكالوه من هون يكالوه من هون باش يالله يالله لا يجي عبدوه ويدخل القصر يدخل القصر يمشي واحد شعرين ثلاثة اربعة واش هاذا هي الرجلة فين هي الرجلة فين هي انا بغيت نشوف انا الرجلة انا مستعد ان اروج معك للرجلة ولكن خلس نشوفها فين هي الرجلة الرجلة لما نشوف انا بانه بنات المغربيات اختكنت امك وعائلتك وكذا يعطيها محمد السادس اعطيها الاسبانية بستعشر الف اربعة الاف خمسة الاف اختكنت اعطيها الاسبانية تمشي تخدم في حقول الفراولة وبعدها تمشي مع الافارقة وجي تكلم لي على الرجلة انا عندي الرجلة فين هي الرجلة اخويا اعطيني اخويا انا هذه الرجلة انا اروجها لك انا نقول لك نعم انتم رجال عندكم الرجلة فين هي اخويا الرجلة الرجلة علينا هنا الرجلة هي احتلال اراضي الناس هذك ماشي رجلة هذك ماشي رجلة اللي grundت انت تسميها الرجلة هي احتلال اراضي الناس من يعرف عندك خلال في الاسمو بس كوب نقول انا نكون ديقتاتور نخلك دارك ونقول لك الرجلة نحن هذه كماشي الرجلةне قمة لها قلة الرجلة هذه كم UN عقس هذه كمaska لكنها عدام الرجلة اما الرجلة هي تكون تقدر تحتل الوحد الارض وما تحتلها وقدر تعتاد على الناس وتسرق ثرواتهم كيف مثلا ملك معين وما تظلمهم هذه هي الرجلة ديوثية تردها الرجلة ولكن هذا الشيء عدده السوء التعليم إنسان من ما درس من ما عد ما درس أنت مزابي قلت لي إلا كنت مزابي يا ولدي سلمني على الثوم عندكم الثوم كثير نقص من الثوم يا ولدي نقصها هي دوخ يا ولدي سلم على بن احمد والقارابك بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمس سبيل إذن لا جواب فضل أخي كريم مرحبا وسهلا علي نابولي من يارفوش بماذا هي الصحراء الغربية مغربية تكبيس راهم نزال رعيف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك يوسف من المغرب مرحبا وسهلا الصحراء مغربية قبل خمسة وسبعين بالريال المغربية الذي تم تدوله سنة قبل دخول اسبان 1884 أعطي نابي ماذا هي مغربية تقولي بالريال بالعملة المغربية قولي الخريطة اللي مشبهها محمد الخاتس سبع وخمسين للأمم المتحدة بعد الاستقلال فيها الصحراء الغربية أو لا أنا ما عرفش صراحة ما قدرش نخلق لا عارفش معارفش اعطيني شي معركة مغربية لهذه الارض اللي فيها الريال خليته فيها الريال ومدافعته لي انا اللي عارف كانت لعوم من هذا المغرب قبل ما يدخلوا الاسبان اعطيني معركة عسكرية عسكرية معركة عسكرية مغربية ضد سبانيا اللي احتلت لكم هذه الارض هم صحرويين المغربة اللي يدافعوا على الصحراء متاعهم لا اعونك اولدي للا لا� شيم لا اعطين إنسا العمل zie اعطيني أنتا شين عطاك لعطي الله هولدي wow هساوا لعطي الله سيره اخيى لك إلا 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 أنت طلاب مشي عند محمد السجيس طلب منه مشيه يحضر قصر وطلب منه قوله أعطيني أرى لي يعطيك أرى لعيط المخازنية يعطوك نلا أحطيتها الله فيك المخازنية سيعتوك مزيان لا يوجد شي طالب حقك هذا محمد السادس قصره في الرباط إلا ما أعطاك إلا ما أعطاك محمد السادس شوفي يا ولدي السحراء الغربية لم تكن مغربية لا بالريال ولا بغير الريال حين في السحراء الغربية لا نعرفه من غير البسيطة عملة البسيطة هي التي كنا نستعملها في فترة الاستعمار الإسباني العملة المغربية الحقيقة هي الطبعات بعد تأسيس الدولة المغربية هذه اللي تسموها أنتم الدولة بالنسبة لنسميها الزريبة هذه اللي تسموها أنتم الدولة المغربية متى تأسستها ولدي تأسستها 1956 سنتاج 1956 وشرعت في طبع عتاج في طبع في سكي الدرهم الدرهم مش الريال هل أنت تستعمل الريال في المغرب تستعمل الريال ولا تسعمل الدل وتسعمل سنتي ولكن معا من نقشنا نقش مع أحمار وشانا نقشنا مع واحد ما علمه محمد السادس لو كان علمك محمد السادس ودرسك وعطاك التاريخ الحقيقي اللي تجيني هنا تقول لي اسمح لي لقد درست على الصحراء الغربية ووجدت بأنها ليست مغربية والنقش معاك وتستافد انت ونستافدانا والنقش أنا مع أحمار يعني خرجوكم من مدرسة فيها الكذب والنفاق والريال والصحراء أرضونا والخريطة والدي اللي مشبهها محمد الخامس سبعة وخمسين اللي ما فيها الصحراء الغربية حتى ولو هذا الريال اللي قلت لي انت ما نعفق عمني إن كان ما مدها محمد الخامس للصحراء اللي ما من المتحدة لا سبحان الله يعني الناس فهموا وفهموا بأن الصحراء الغربية لا يؤمنوا حتى الملك بنفسه بأنها مغربية أرى ليه كذب عليكم هو مفروض عليه يكذب عليكم مفروض عليه يعطيكم رواهة اللي ورثها من عند أباه الحسن الثاني فقط ما هو روي عارف نفسه بأن الصحراء الغربية ليست مغربي يتعود نتاب علينا الخوة الخاوي أنا هاني ندرسكم في سبيل الله ليطلع نعطيه درس وينسل ترجمة نانسي قنقر س�놓ون ترجمة نانسي قنقر